أنا عايز أقول لحضراتكم حاجة لما بيكون فيه لعيب في الملعب وحاسس إنه هو نص نص مش في حالته لا بيقانب نفسه جامد جدا 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 وبيجلد ذاته جامد جدا 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 خصوصا إنه هو بيلعب في النادي الأهلي خصوصا إنه هو بيلعب في النادي الأهلي منظومة بتاعت النادي الأهلي مختلفة تماما تماما أهم جزء في المنظومة وده اللي عايز أتكلم عليه النهاردة جماهير النادي الأهلي جماهير النادي الاهلي سر سر من أسرار نجاحات النادي الاهلي طول عمرها لما بزعل أنا كجمهور أنا واحد من الجماهير بحسن ساعات يعني باخد على خطري شوية عمري ما حزعل من النادي الاهلي ولا لعبت النادي الاهلي بس إيه أحيانا الواحد بياخد على خطري شوية ليه بياخد على خطري شوية لأن أنت ممكن تبقى أحسن من كده عندك الأحسن من كده وانت ورتني لأحسن من كده بل كده والظروف دي مرنا بيها السنة اللي فاتت انتوا نفس اللعيبة وعدناها عدناها ازاي بوقوف الجماهير معنا فانا لما الجمهور بيزعل عادي ازعل على قد المحبة على فكرة جمهور النادي الاهلي مش عايزة اقول ان هو مجنون كلنا مجانين بحب النادي الاهلي ومعنى ان احنا مجانين بحب النادي الاهلي انا مجنون بحبك انا مجنون بحب الشنة وحب هاني وعلي معلول وقفشة وبرسيتاو وحسن الشاع كل اللي عايز مش عايز ان انسى حد احنا مجانين بيكو بنحبك وبنحب الجهاز الفني بنحب المنظومة ككل بنحب المجلس الهدارة على رئيسة كابتن محمود الخطي فالحب بالنسبة للنادي الاهلي لينا مش اسلوب حياة احنا دايما نقول ايه الاهلي اسلوب حياة لا الاهلي بالنسبة لنا احنا هو الحياة الحياة بالنسبة لنا اهلي يعني لما تلاقيين زعلان لا يبقى الفرقة مش كويسة عشان ايه عشان انا بحب النادي الاهلي عشان احنا كلنا مجانين النادي الاهلي فيه ناس يعني انا اعرف ناس من مشجيع النادي الاهلي بتستقطع من قط يومها عشان تروح تجيب تذكرة عشان تروح تشجع النادي الاهلي عشان تتبسط عشان تسعد عشان تتفرج على ماتش حلو ولو ما تفرجش لو ما يفيش ماتش حلو المهم الأهل يكسب أبقى أنا مبسوط وسعيد ويبقى بيته سعيد وإصحابه هو سعادة وهو حياته اتقلبت يعني الظروف بتبقى صعبة حوالينا اليومين دول مصدر السعادة ومصدر البسمة عند الجماهير هو النادي الأهل هو النادي الأهل طول عمرنا كده على فكرة طول عمرنا مصدر السعادة عند جماهيرنا هو النادي الأهل ممكن أزعل ممكن أخد على خاطري أستحملك مكيش مشكلة لأن أنت على طول معايا في المرة وفي الحلوة وفي المرة قبل الحلوة لو تفتكروا حضراتكم السنة اللي فاتت مرينا بظروف مشابهة مشابهة مش زيها بس ظروف مشابهة مين اللي خرجنا كان فيه كمان ناس حابت تستطفل ماء العاكر شوية وتعمل فرقة ووقيعة ما بين جماهير النادي الأهلي وبين العيدة النادي الأهلي ومجل الزرع وجهز النادي الأهلي لكن جماهيرنا وعيا جماهيرنا وعيا جدا 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 فضلت ورا فرقتها لحد ما عدت المرحلة دي وكانت النتيجة إيه لو تفتكروا حضراتكم فاكرين أيام يعني أيام ربنا ما يعيدها ماتش سانداونز والماتشات اللي قابله كانت الأمور برضو ماشية مش بصورة كويسة الجمهور بعد فضل ربنا طبعا الجمهور هو اللي خرجنا من اللي احنا فيه جمهورنا هو اللي خرجنا من اللي احنا فيه الفترة دي محتاجة تكاتف الجميع الفرقة طبعا عليها دور كبير جدا جدا في الملعب لازم تركز المرحلة اللي جاية صعبة داخلين على معمعة رهيبة معمعة رهيبة داخلين على ماتشات إفريقيا بعد ما تشغط إفريقيا كاس العلم قندية بعد كاس العلم قندية عندك كاس السوبر المصري وبعدين مباريات في الدوري العام وبعدين بعد كده بيبقى فيه البطولة الأفريقية بس انت عندك معمعة الشهر ده فبتتطلب تركيز بتتطلب بس لأقصى جهد من لعيب النادي الأهلي انت بتلعب فأحسن فريق في الشرق الأوسط في فريق عالمي كفاية ان انت بتلبس او لابس تشيرت النادي الأهلي دي نعمة كبيرة جدا 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 من عند ربنا فان عندك جماهير زي جماهير النادي الأهلي نعمة كبيرة جدا جدا من عند ربنا مفيش حاجة تنقصك غير ان انت تدي في الملعب انا بتكلم على على اساس ان انا جمان كنت لعيب في النادي الأهلي فالفترة دي محتاجة تكاتف الجميع محتاجة تركيز من اللعيبة محتاجة تكاتف الجماهير ودعمهم وراء اللعيبة في الفترة دي أنا عارف أن حزن البعض من كتر المحبة وكل واحد على فكرة كل واحد مننا ليه أسلوب في التعبير أنا ممكن أعبر بأسلوب واحد تاني غير يعبر بأسلوب تاني لو أنا متضايق شوية حزين شوية ولكن في الآخر خالص اللي بيجمعنا حب النادي الأهلي حب النادي الأهلي معنى حب النادي الأهلي إن أنا حابب كل حاجة في المنظومة أنا وراء المنظومة في كل حاجة بس لما جاء أقول لي أنا زمان لما كنت بأعرف كان دايما في بعض الأحيان وواحد كنت أسمعه في المدارة يقول لي يا عم شد حلق شوية بقى أكون مثلا ممكن أطلع جايب جول ويقول لي برضو يا عم شد حلق شوية فكنت بديها قوي وبعدين مرة أقول له هو أنت كل مرة تقول لي يا عم شد حلق شوية يا عم أيمن شد حلق شوية بقى ساعات ببقى أه مش موفق ماشي بقى بلحها شوية إنما تيجي تقول لي وأنا جايب جون أو جولين بيقول لي أنا عشان بحبك بحفزك أكتر أنا بحفزك أكتر ممكن يكون التعبير أنا بالنسبة لي أنا كده كأني بشجعك ولكن كل واحد بيعبر بإسلوبه وإسلوبه في الآخر خالص اللي هو يتناسب مع ثقافته ولكن في الآخر خالص كل اللي يجمعنا حب النادي الأهلي حب المنظومة ككل وإسلوبه في الآخر خالص جماهير النادي الأهلي هي أهم جزء في المنظومة النهاردة بيرجع للقايمة كهرباء بيرجع بيرسيتاو يمكن في بعض الغيابات هم برح زعينا شوية أن منعم محمد عبد المنعم اتصاب فالنهاردة هيغيب عن المباراة ممكن يكون أربك حسابات مستر كولر بعض الشيء ولكن أكيد في بلان تاني حطه مستر كولر إن شاء الله المجموعة كلها يكون لها دور إيجابي النهاردة مع الفريق في تحقيق الفوز